فاطمة رضي الله عنها شكت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى من التعب مما تصنع على هذه لأن هذه كان يضحن عليها الدقيق للخبز نعم فأرادت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لها من يخدمها في هذا العمل نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ولي علي رضي الله عنهما ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم هي أن تقول عندما تأوي إلى فراشك سبحان الله سلاثة وثلاثين والحمد الله سلاثة وثلاثين والله أكبر أربع وثلاثين مرة هذه خير من خادم ما هو أفضل لكي أن تأوي إلى فراشك سبحان الله 33 times الحمد الله 33 times والله أكبر 33 times هذا أفضل لكي أن تكون لديك أسراني ترجمة نانسي قنقر